موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من كشف الصحافة سنصلت ضوء فيه على أبرز ما تناولته الصحافة اليمنية والعربية من مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية نبدأ جولتنا من الصحافة الإلكترونية اليمنية تحديدا من موقع يمن مونيتور ونستعرض فيه تحالف الحوثي صالح يدعو لمظاهرات منفصلة في العاصمة صنعاء ويؤكد تساعد الخلافات بداخله في عنوان آخر في ذات الموقع الإصلاح اليمني يدين إعدام الحوثيين أربعة عشر مختطفا في صعدة أما في الشان الإنساني برنامج الأغذية العالمي نصف محافظات اليمن على شف المجاعة ومن عنوان الموقع إلى تفاصيل الوضع السياسي وتصريحات المبعوث الأممي يقول الموقع أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الأطراف اليمنية وافقت على وقف الأعمال القتالية منتصف ليلة العاشر من إبريل واستيناف المفاوضات في الثامن عشر من الشهر ذاته معتبراً المفاوضات المقبلة ستكون واحدة من الفرص الأخيرة لإنهاء الحرب وقال في مؤتمر صحفي إن الأمم المتحدة ستشرف على مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد وضاف ولد الشيخ الحثيين وأنصار صالح أو وافقوا على القرار الأممي منذ أغسطس الماضي مشيراً إلى أن إجراءات بناء الثقة بين الأطراف في اليمن ستكون صعبة وتابع ولد الشيخ الحل يعتمد على انسحاب الميليشيا وإلقاء السلاح وعلى المبادرة الخارجية ومخرجات الحوار الوطني ننتقل إلى موقع تغيير نت ونستعدد فيه أبرز العناوين والأخبار المقاومة الشعبية تكسر هجوماً عنيفاً للميليشيا في الضباب وتستعيد السجن المركزي وعنوان الموقع أيضاً الرئيس هادية رأس اجتماعاً استثنائياً لسفراء الدول الثمانية عشر وركز الموقع على خبر اعتداء الميليشيا على أطباء وموظفي مستشفى الكويت بالعاصمة صنعاء يقول الموقع اعتدت ميليشيا الحوثية الانقلابية بالضرب على أطباء وموظفي مستشفى الكويت الجامعي في العاصمة صنعاء وأغلقت المستشفى أمامهم وقال مصدر في مستشفى الكويت للتغيير نت إن الميليشيا الانقلابية أقدمت كعادتها على الاعتداء على أطباء وأعضاء نقابة موظفي مستشفى الكويت الجامعي في العاصمة صنعاء ومنعتهم من دخول المستشفى واستدعوا أطباء يعملون لصالح الجماعة لخدمة مصابي جبهاتهم القتالية أضاف الموقع يأتي ذلك بعد أن فرضت الجماعة سيطرتها على المستشفى تحت مسمى اللجان الثورية في العام الماضي نتيجة لتصرفات الجماعة الوحشية كالعادة نفذ صبر الكادر الطبي ما جعلهم يعلنون عدم استقبال أي أوامر من الجماعة التي حولت المستشفى إلى مقر لها سواء بوجود الثلاجات الخاصة بالموتى أو بالغرف الخاصة والسكن الخاص بالأطباء والذي أيضا تم الاستيلاء عليه ليتحول إلى استراحة للمقاتلين هناك تابع المصدر نهيك عن الخدمات الطبية البسيطة التي كان يقدمها المستشفى للمواطنين وما أن تمكنت الجماعة من فرض قوتها على حتى أعلنت المستشفى مقرا خاصا من المقرات المعنية بعلاج مصابي جبهاتهم ورفضوا أي حالة مناضية أخرى للمدنيين الرصاصة في مواجهة العدسة تحت هذا العنوان كتب عبداللطيف المرهبي مقالا نشره موقع التغيير نت تحدث فيه عن تحريض ميليشيا الحوثي ضد الصحفيين وقتلهم وأضاف المرهبي يمعن الحوثي في إرهابنا ويحث ميليشياته لاستهدافنا علنا على اعتبار أننا خطيرون وأخطر من المحاربين والصواريخ كما قال ذات خطاب قالها قائد الميليشيا في أخطر عملية استهداف ضد صحفيين والإعلاميين في اليمن ويشهد عليها العالم أجمع ويعد ذلك الحديث لعبد الملك الحوثي تحريضا صريحا وإعازا لمسلحيه على قتل وقمع الصحفيين وهو من يتحمل المسؤولية القانونية قبل غيره ينفذ المسلحون التابعون للحوثي ما وجههم به على الواقع وهاهم الزملاء يسقطون شهداء ويسفك دمهم تباع ويغيب آخرون في زنازين الحوثي منذ شهور أضف إلى ذلك المصير المجحف الذي لحق بالغالبية العظمى من الصحفيين والإعلاميين ما بين التشرد والتهجير داخل اليمن وخارجه والإقامة الجبرية والصمت مقابل الحياة الكاميرا تنقل الحقيقة وتوثق ما يحدث ولأنها كذلك يستهدف الحوثي حاملها بالرصاص والقلم يوثق الشهادات ويكتب للعالم وللتاريخ ماذا يحدث في البعيد وينال ذات المصير الصحفي يجعل من العتمة ضياء ومن الحدث خبرا وصورة وصوت وإشارة ليمنح الإنسان حقه في الحصول على المعلومة والمجرم يناسبه الظلام ويتسلل في العتمة ليمارس هواياته بعيدا عن الرأي العام وحين لم يجد مجالا لذلك مع وجود الشهود وأدواتهم الذكية عدسة ومسجلة وقلم وأنه لا يمكن للحقيقة أن تضيع وتختفي بوجود السلطة الرابعة وأبطالها الفدائيين يعود ليوجه ميليشياته بتوجيه الرصاص نحو المصورين والإعلاميين والصحفيين وقتلهم موقع نيوز يمن تحدث عن الوضع الإنساني وجاء فيه مفوضية شؤون اللاجئين ترسل قافلة من عدن إلى تعز محملة بالمساعدات الإنسانية من تعز أيضا طائرات التحالف تشن عدة غارات على مواقع الميليشية بتاعز وعنوان الموقع أيضا اتحاد الصحفيين العربي دين السداف الجماعي الذي تعرض له عدد من المصورين الصحفيين بمدينة تعز وإلى الوضع العسكري ذكر الموقع تفاصيل تصريحات المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد أحمد عسيري بشأن توقف العمليات العسكرية يقول الموقع قال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي العميد روكن أحمد عسيري إن عمليات التحالف في اليمن ستتوقف عندما تطلب الحكومة اليمنية ذلك مؤكدا أن الميليشية هدفها تعطيل عمل الدولة وأضاف عسيري في تصريح لشبكة سكاينيوز المخلوع صالح احتضن تنظيم القاعدة في اليمن ووفر لها الملاذ الآمن ومصيره تقرره الحكومة اليمنية وقانونها وإن على منظمات الإغاثة الدولية التعاطي مع الحكومة اليمنية أكد عسيري أيضا نرحبه بدور القبائل في التهدئة ولا دور للرياض في المفاوضات اليمنية وأن الحل سيكون يمنيا يمنيا بمشاركة الحوتيين مشددا على رفض وجود ميليشية في اليمن نتحول إلى موقع المنظر أونلاين ونستعرض أبرز ما ركز عليه من أخبار شهود إصابة عشر أشخاص في حريق إحدى الورش الصناعية بعدا نقل الموقع عن مصدر ميداني في المقاومة الشعبية رجال المقاومة يأسرون مسؤولا عسكريا كبيرا في قوات صالح شرقة عز إلى موضوع آخر مقاتلات التحالف تشن عدة غارات على مواقع للحوتيين في الجوف وشبوة والحديدة وركز الموقع على المعارك التي دارت في محافظة الجوف نقل عن مصدر عسكري أن معارك عنيفا دلعت بين رجال المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني من جهة والمسلحين الحوتيين وقوات صالح من جهة أخرى في مديرية المتون بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن ونقل مركز معين الإعلامي الذي يعنى بنقل أخبار المقاومة عن المصدر العسكري بالمنطقة العسكرية السادسة بأن المعارك تدور في جنوب وشمال المديرية التي أعلنت القوات الشرعية السيطرة عليها الأحد الماضي وأضاف بأن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات على مواقع الإنقلابيين وقصف أهداف في منطقة رحوب في مديرية برط العنان وفي السياق ذاته قال المصدر العسكري بأن وحدات عسكرية من قوات الجيش وصلت لتعزيز القوات الشرعية في مديرية المصلوب حيث تدور معارك عنيفة في منطقة وقز غرب مدينة البيضاء الأثرية التي يسيطر عليها المقاومون ومن موقع الموقع نبدأ من مدينة تعز الجيش الوطني شن هجوما أو هجوم غربا والحوثي يستهدف الأحياء بثعبات ويفجر منزلا في تعز تناول الموقع في عنوان آخر ميليشيا الحوثي والمخلوع تنقل مئتين مختطف من مأرب والبيضاء إلى السجن المركزي في محافظة إب ومن إب أيضا جرحى في اشتفاكات بين قيادات الميليشيا على خلاف بيع أراضي الدولة في المحافظة تناول الموقع تفاصيل خبر تصريحات المتحدث باسم الجيش الوطني العميد الركن سمير الحاج والذي قال فلول الرئيس المخلوع صالح والميليشيا الحوثية تحاول جاهدة تقليل الخسائر للحفاظ على موقف جيد في طاولة المفاوضات السياسية ولفت الحاج إلى أن الاستماتة التي يقاتل بها الحوثيون وأتباع المخلوع الصالح في تعز هدفها خنق المدينة والانتقام منها والتحسين الموقف السياسي على طاولة المفاوضات بحيث يحتجون بأنهم لا يزالون في البند الثاني وهو فك الحصار عن المدن والذي هو في الأصل تم تجاوزه عمليا بمجرد فك الحصار عن تعز التي قال إنها هي من فكة الحصار بالقوة بمساعدة قوات التحالف وليس نتيجة مفاوضات مع الميليشيا الحوثية أو القوات التابعة للمخلوع الصالح أشار الحاج إلى أن الجيش الوطني ينتظر قرارا من قوات التحالف لاستكمال تحرير صنعاء والدخول في المرحلة الثانية وهي المرحلة قبل الأخيرة وفق المخطط العسكري المعد سابقا وأكشف ناطق الجيش عن وجود خطط لما بعد تحرير صنعاء سيفصح عنها حين بدء العمل لإنهاء المرحلة الثانية والثالثة مؤكدا أن هذه المرحلة لن تتغافل أو لم تتغافل عنها الحكومة ولا التحالف فكل شيء مرتب لما بعد التحرير لماذا الخوف من انتصار تعز تحت هذا التساؤل كتب ماجد جزيلان مقالا فيه عن المخاوف من انتصار تعز والدور الذي تلعبه في المشهد السياسي والثوري في اليمن يقول الكاتب لطالما دافع التعز عن هذا الحلم لعقود من الزمن بدعمها لثوار سبتمبر وحركات التحرر في الجنوب وما تلتها من أحداث فقد كان للإنسان في تعز أدوار سياسية فاصلة في تاريخ الدولة اليمنية شمالا وجنوبا بما أفرزه سياسيوها ومثقفوها من عمق وطني استطاع من خلاله تغيير الخارطة اليمنية رغم وحشية النظام الإجرامي الذي نفذ كثيرا من عمليات الاغتيال والاختطاف والتهميش لمعظم الهامات الوطنية والسياسية إلا أن تعز قدمت نموذجا فريدا في ثورة فبراير 2011 كونها ثقب النور الذي أعطى لليمنيين أملا جديدا بثورة سلمية قوبلت بها مجية النظام لكنها ما زالت تقدم للحياة السياسية اليمنية الكثير مع أنها أقصيت من العملية السياسية بعد المبادرة الخليجية كونها الرائد التنويري الذي أحدث تغيرا فكريا حاسما في تلك الفترة وعلى ما يبدو أن النظام السياسي الحالي سواء الشرعي أو الميليشاوي أو نظام المخلوع لم يعجبهم نموذج تعز الذي قدم شبابه دفاعا عن الدولة الشرعية رغم مساوئها إيمانا من أبنائها أن مستقبل الدولة لا يمكن أن يبنى على اتفاقيات يكون الطرف فيها من قوض الدولة لعقود وأفرغها من مؤسساتها السياسية وتلاعب بمقدراتها لصالحه ختام جولتنا في الصحافة اليمنية الإلكترونية من موقع الصحوانت جاء فيه ولد الشيخ محادثات السلام ستعقد في الكويت في الثامن عشر من إبريل القادم عنوان الموقع أيضا مشرف الحوثيين بضمار يوجه مسؤولية المحافظة بعدم الحضور مهرجان صالح بصنعاء تناول الموقع أيضا تفاصيل خبر رفض هيئة التدريس بجامعة صنعاء التكلفات الجديدة التي أصدرتها ما تسمى باللجنة الثورية ويقول الموقع أصدرت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدها في جامعة صنعاء بيانا استغربت فيه ما أسمته السعي الحثيث من قبل البعض لعرقلة سير العملية التعليمية داخل الصرح العلمي من خلال اتخاذ إجراءات عشوائية وغير مدروسة تكرس سياسة فرض الأمر الواقع والاستقواب الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن وأكدت النقابة على رفضها وبشدة هذه القرارات الصادرة بتغيير رئاسة الجامعة بصورة غير قانونية وأكدت على موقفها الدائم بضرورة إسناد التغيير وفق معايرة قانونية وبمنأة عن التسييس والتحيز لمصلحة حزب أو جماعة بعينها نوه البيان أيضا على ضرورة تفعيل مبدأ حقية أعضاء هيئة التدريس في انتخاب قياداتهم الأكاديمية ابتداء من رئيس الجامعة وانتهاء برؤساء الأقسام مشاهدين بهذا القدر نكون قد أتممنا جولتنا في الصحافة اليمنية الإلكترونية الصادرة هذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود استعراض أبرز ما تناولته الصحافة العربية الصادرة هذا اليوم ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين جولة الصحافة العربية وأبرز ما تناولته الصحافة العربية من تطورات نبدأها من صحيفة الشرق الأوسط والتي وضعت على صدر صفحتي الأولى عنوانا بارز وقالت فيه اليمن يتنفس استسلام الإنقلابيين تقول الصحيفة تنفس اليمنيون الصعداء بعد أن أعلن المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ قبول الحوثيين بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 القاضي بوقف العمليات القتالية وإلقاء السلاح وتطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني في خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات وتستند الشرق الأوسط في تناولاتها هذه إلى ما قاله المبعوث الأممي إلى اليمن أن أو إن أطراف النزاع اليمني وافقوا على هدنة لوقف إطلاق النار في اليمن تبدأ من منتصف ليلة العاشر من الشهر المقبل على أن يتم استئناف الجولة الثالثة من المفاوضات بين طرفي الشرعية والإنقلابيين بعد ثمانية أيام من الهدنة في دولة الكويت وبيّن ولد الشيخ أن الهدنة تهدف إلى الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة واستئناف الترتيبات الأملية في البلاد واستعادة الدولة واستئناف الحوار السياسي في صنعاء وإنشاء لجنة للسجناء بين الطرفين مؤكداً حسب وصف الصحيفة المفاوضات المقبلة ستكون واحدة من الفرص الأخيرة لإنهاء الحرب في اليمن كما تركز الشرق الأوسط على الاتصال الذي أجراه ولد الشيخ مع نائب الرئيس اليمني رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح وأكد فيه أهمية الجهود التي تبدلها الحكومة الشرعية في إحلال السلام من ضمنها اللقاءات التي أجريت مؤخراً بين بحاح والأمين العام للأمم المتحدة بانجيمون تكشف الصحيفة ما قاله وزير في الحكومة اليمنية عن أن روسيا وعمان دخلت في وساطات مع الحكومة اليمنية بشكل مباشر لإخراج الرئيس اليمنية السابق علي عبدالله صالح من العاصمة صنعاء برفقة أهله وذويه مقابل إلقاء سلاح الحرس الجمهوري وتسليم المدينة من دون مواجهة عسكرية على أن لا يتم ملاحقته قانونياً نسأل إلى صحيفة القدس العربي والتي تابعت ذات الموضوع السياسي وعلقت صحيفة القدس تقول الأمم المتحدة تعلن بدء وقف النار في اليمن الشهر المقبل الرئيس السابق علي صالح يؤكد استمراره في القتال وقالت الصحيفة إن الوسيط الأممي قال للصحفيين في نيويورك إن أطراف النزاع وافقوا على وقف الأعمال القتالية في كل أنحاء البلاد اعتباراً من منتصف ليل العاشر من إبريل قبل جولة مفاوضات سلام جديدة ستجري في الثامن عشر من ذات الشهر في الكويت والشهر الماضي حذر مبعوث الأمم المتحدة من أن المتحاربين لم يتمكنوا من الاتفاق على شروط جولة جديدة من محادثات السلام لكن يبدو أنه تم تجاوز تلك الانقسامات سوريا أو اليمن وسوريا وليبيا هل حان وقت التسويات تحت هذا العنوان كتبت صحيفة القدس ستاحيتها وقالت الصحيفة الحال أن اليمن كاجتماع بشري عام صار مضطر للخروج من دائرة الحرب العبثية التي دفعه الحوثيون إليها بمغامرتهم العسكرية التي يمكن اعتبارها تاريخياً دروة حروبهم المتكررة ضد الدولة اليمنية والتي حولتهم من عنصر احتجاج مستمر إلى شريك لآلة الدكتاتور علي صالح الحربية التي انتفض اليمنيون عليها عام 2011 غير أن ثالثة الأثاف التي جعلت من حلف صالح الحوثيين تهديداً للأمن الإقليمي العربي هو تحالفهم مع إيران وأدواتها الإقليمية وهما أدى بالنتيجة إلى رد فعل العنيف المعاكس خليجي وعربي لمواجهة هذا الحلف الثلاثي مما فرض معادلة عالمية وإقليمية جديدة حسمت بعد نزع التغطية الروسية عن هذا الحلف عبر موافقة موسكو على القرار 2216 تحت الفصل السابع في الرابع عشر من نيسان إبريل من العام الماضي يمكن الرؤية إلى التصديق الروسي على القرار 2216 كبذرة للتطورات اللاحقة عليه فيما يسمى الشرق الأوسط ويمكن على ضوئه فهم التدخل العسكري الروسي في سوريا الذي ربما اعتبره الكريملين تعويضاً يوازي هديته اليمنية إلى دول الخليج العربي غير أن قرار الانسحاب الروسي الجزئي من سوريا بعد شهور من المغامرة الروسية يعني أن الثمن المقابل للقرار اليمني من لحم سوريا على طريقة مسرحية شايلوك الشيكسبيرية تم اقتطاعه مع إدراك مفاجئ على خلفية حرب أسعار النفط أن المبالغة فيه ستكلف روسيا ما لا طاقة لها به التسوية اليمنية بهذا المعنى هي أم التسويات اللاحقة والسيناريو اليمني على ضخامة حجم الآلام التي حفل بها يرتبط مثل حبل السرة بكل تسويات الجاري ترتيبها في اليمن كما في سوريا وليبيا لقد دفع اليمن كما دفعت سوريا وليبيا ثمنا مهولا لحلم الحرية الكبير ورغم تكالب أعداء العرب عليهم فإن ضوءا بعيدا يلوح من آخر النفق إلى صحيفة الاتحاد التي تابعت مجريات المعركة وقالت إحباط هجوم إرهابي على مركز للشرطة في عدن الشرعية تتقدم في الجوف وشبوى ومقتل عشرات المتمردين قالت الصحيفة أيضا وصلت قوات الشرعية اليمنية مدعومة بطيران التحارف العربي تقدمها على الأرض في المعارك المستمرة منذ ثلاثة أيام في بلدتي المتون والمسلوب بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن قال متحدث باسم المقاومة في الجوف للاتحاد أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت على أجزاء جديدة من جبل حامل الاستراتيجي مؤكدا مقتلاء وجرح العشرات من متمردية الحوثي والمخلوع صالح في المواجهات وغارات التحالف التي استهدفت تجمعات في المتون وبلدة برط العنان على حدود محافظة صعدة وتقدمت قوات الشرعية أيضا لاستعادة بلدة بيحان آخر معاقل المتمردين في محافظة شبوى بعد أن حررت بلدة عين وأجزاء واسعة من بلدة عسيلان واندلعت مواجهات أمس في أطراف بيحان أسفرت عن مقتل عشر متمردين وأكد مسؤول في المقاومة الشعبية اقتراب قوات الشرعية من طريق القنضع الاستراتيجي الذي يربط بين شبوى والبيضاء التي تعد منطقة تجمع الميليشيا إلى صحيفة العربية الجديد والتي عنوانات أوكسفام تحذر من وقوع ملايين اليمنيين في خطر المجاعة تقول الصحيفة حذرت منظمة أوكسفام البريطانية من خطورة وقوع ملايين اليمنيين في المجاعة نتيجة تفاقم الأزمة المصرفية التي تلوح ملامحها في الأفق وذكرت المنظمة في بيان أن الضربات الجوية والقتال الدائر والقصف العشوائي أسفر عن مقتل أكثر من 6100 شخص وأجبرت مليونين ونصف مليون شخص على النزوح خارج ديارهم وترك 21 مليون نسمة أي 82% من السكان في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وأدى تدمير المزارع والأسواق والقيود على الواردات التجارية تفاقم إلى تفاقم أزمة الوقود المستمرة وإلى انخفاض معدلات الانتاج الزراعي وشحن في الإمدادات التموينية وارتفاع في أسعار الغداء وأوضحت البيان أن المصارف الدولية باتت أكثر ترددا في توفير الاعتمان للمستوردين ما يعني أن التجار في اليمن قد يضطرون إلى وقف استيراد الشحنات الغدائية مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار كما أشار إلى أن البنك المركزي اليمني يعاني صعوبات لتحقيق استقرار الأسعار في سوق المواد الغدائية فقد يؤدي ذلك بنسبة لبلد يستورد 90% من غذائه إلى ارتفاع في الأسعار على نحو يؤثر على ربع السكان الذين وصلوا فعلا إلى حافة المجاعة وأوضحت المنظمة بأن مسحا ميدانيا أجرته في فبراير العام الماضي أو فبراير الماضي حول الغذاء شامل 250 شخصا في شمال غرب اليمن أكد أن ثلثي الأسر اليمنية تقريبا تعتمد على الاعتمان المالي لشراء الأغذية ولكن نظرا لأن عددا قليلا من الناس هم من يقدرون على تزديد ديونهم فقد تزايدت رغبة المقرضين برفض تقديم القروض للأسر الفقيرة ماذا يريد العرب اليوم؟ بهذا السؤال بدأ الكاتب والروائي المعروف وسين الأعرج مقاله ويقول فيه العرب لا يختلفون في الجوهر عن أي شعب آخر على هذه الأرض وما يريدونه ليس معقدا لكنه في الوقت نفسه يبدو مستحيلا يريدون الحرية وهو مطلب شرعي لأنه لا شعب طبيعيا يقبل بأن تسرق منه حريته المشكلة الوحيدة هي أنهم يريدونها بمقاساتهم الذاتية وتشبههم ولا يريدون بذل أي جهد من أجل اكتسابها يريدونها كما يشتهونها تضيق وتتسع بحسب للحاجة الاجتماعية ولكن المزاج وما يخدم الذات الحاكمة أو المتسلطة العرب يريدون العدالة لا ضير في ذلك بل هي ضرورة بشرية طبيعية لكن يريدونها مع الاحتفاظ بمجتمع القنانة وبلا قوانين أمية وكأن القانون الحامي مزعج لأنه يمكن أن ينقلب ضدهم أو على الأقل هكذا يتصورون يريدون عدالة إلهية وبشرية لكنهم يدوسون القوانين صبحا ومساء من المسؤول الذي يظلم ويأكل حق الغير إلى سائق السيارة الذي لا يتوقف عند الإشارة الحمراء إلى الشغالة التي تغش في أوقات العمل مشكلة الأمراض الاجتماعية أنها عندما تمس جسدا مريضا تأكله كليا بمعاونة كل الشرائح الاجتماعية يحلم المواطن العربي بمجتمع نظيف ويتمناه بقوة لكنه يعمل بكل الوسائل على إفساده بالنهب المستشري والفساد كل بحسب السلم الاجتماعي الذي ينتمي إليه أكثر من هذا كله يريدون حبا حرا ليتمكنوا من العيش والاستمتاع بالحياة ويحبذون زوجة مقيدة بالتقاليد القاتلة وكأن المرأة الحرة تزعجهم وعاشقة حرة إلى الأقاصي وكأن الذهن مزدوج التكوين بين التحليق نحو السماوات والجاذبية الأرضية شيء واحد أفلح العرب فيه في السنوات الأخيرة هو تدمير بعضهم البعض بالتواطؤات أو بالحروب الكلاسيكية المفتوحة وهو ما سيؤدي حتما إلى حالة الإفناء الذاتي والتراجع عشرات السنين إلى الوراء نريد أن يكون لنا تاريخ حي ولكننا نعمل على تدميره بقوة من هنا فالمستقبل مفتوح على مخاطر جمة وصراعات لا حصر لها ولا أفق أيضا ولا أدري إذا كان هناك حل في الأفق نشاهدين ختاما نشاهد مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية وبهذا نختتم حلقتنا لهذا اليوم إلى الملتقى في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة